السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الفقه السوسي المغربي رشيد أقادير اليوم الثلاثة عشر شبابين الفان وعشرين سبعاء ربيع الأول إن شاء الله بإذن الله لقاكم هذا اليوم المبارك سعيد بكل صحة جيدة وكل هناء وطغور إن شاء الله لكل مريض ومن كل وجع وسق كدير الأخوت معكم الفقه السوسي المغربي رشيد أقادير الزوري في كيلتا اليدين مرحبا بالجميع إن شاء الله عز وجل محبابكم إن شاء الله سأتكلم عن هذه الخواتم الربانية بقضية التحصين من كل سحر في هذه الأيام المباركة أيام الخير في ذكرى مولدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هذه الخواتم الجميلة الزمرض الأزرق والزمرض الأسود بإذن الله عز وجل للتجارة والبيع والشراء سنتكلم عن التجارة وسنتكلم عن البيع والشراء وسنتكلم عن جلب الزبائن وكذلك زيادة الرزق بإذن الله عز وجل كم من أحد يفتح محل للبيع والشراء يعني ببيع القصد والشراء والخدمات دياله تكون مزيانة في البداية ديالة عام الأول أو الشهر الأول والثاني أو الثالث أو الرابع ما بعدها تكون العكوسات ما كيسول في حد ما كيدخل عنده حد لأعتباد دياله في التجارة دياله أو الشركة دياله أو المكتب دياله في المكاتب كاملين في المكاتب كاملين ما بقاش واحد كيسوله لي هذا الخواتم بين الله عز وجل كيجي معهم إبطال الصح عادين هضروع إبطال الصح لتعطيلي العمل والتجارة أو تعطيلي العمل في الشركات أو في المكاتب بالرش المرشوش سحر المرشوش في العتبة التجارة والعتبة الوظيفة أو المكاتب هذا السحر المرشوش ولعياذ بالله كيجي بالحسد إما أن يكون هذا الحسد من ذمك من أخك أو ابن عمك ويعني خصوصا في ذمك كيجي من الدم هذا الحسد هذا كيجي من الدم أنت ما كتعرفوش لأن العدو كيكون حداك لأن العدو كيما كيقولو العوام العدو البعيد كتعرفو كيعطيك وكتعرفو وهو بعيد عليك ولكن العدو الخفي العدو والخفي هذاك لي حداك هذاك لي ولد عمك هذاك لي خوك هذاك لي ولد خالتك هذاك لي من دمك هذاك لي شاقور مثلا كيقولو العوام هذاك لي كير من دم ديالك أو من جارك يعني نفس نفس الخدمة أو من حاسد يعني كان صديقا لك قديما أو كان صديقا حميما يعني متقرب يعني مقريب لك وانت ما كتعرفش وهو حاسدك حاسد يعني ولا يذب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اتنين رجل أطاه لعوه علما فنشر ورجل أطاه الله مالا وصدقه في سبيله هدوه مفاش كالحسد والحسد هنا محمود ولكن هذا لهم مدموم هذا الحسد هذا اللي كان يقول لنا مدموم كيمشي لك عند شي فقه كيمشي لك عند شي كيمشي لك عند شي كاهين أو عرف وكيدين لك هدو المسائل هدو هدو المسائل ديال الحسد وكيف يريد محل او كيف يرشل تعني المحل موجود ديال ووظيفة وكيف يريد كل الاعتباء ديال المكتب ديالك ديال المكتب ديالك المرشوشة و يخدم لك حتى في الصورة يصور اللي اعتباتي على المحل أو الشاركة و يمشي. وتدل لها المدفون و العياذود في المقبرة و يزيدها بل مرشوش و العياذه ب بول الكلب الأسود و بول القط الأسود أو بدم اللي أديك الأسود و العياذ يمشي لك المحل بهذا المسائل هذا يمشي المحل بهذا المسائل تنتقل لك وكما تروني المحل واسميتك والوالدة ويعمل لك رش ثم يعمل لك مدفون وكما يمشي من الفتيات من المحل والناس لا يسمونه والشركة تزيد لا يبقى من الأشخاص يسمونه وإذن Tsurikah ولعياذ بالله لا بد من أخذ بالأسباب لا بد واجب عليك الأخذ بالأسباب وتعمل إبطال هذا السحر بإذن الله عز وجل بكتابة الطهاطيل والفسوخ الأسود وكذلك غسل بدنك بمياه الطهاطيل بحجاب دياله كي يكون في داخل ديال القننة وكتغسل بها بإذن الله عز وجل غسل غسل إن شاء الله عز وجل غسل بدن الله عز وجل كتغسل من هذا الحسد ومن هذا السحر المرشوش ومن هذا السحر الصور ولعياذ بالله لتخير العمل والشركة أو التجارة ولعياذ بالله وكتدير إبطال سحر وكتدير الغسل من السحر ولعياذ بالله إما أن يكون مربوطا في الصور إما أن يكون معقودا في الصور بتوبك أو بصورتك بالخيوط والعياذ بالله أو بالدماء ويكون هذا مدفونا إما في المقبرة وإما في الخلاء والعياذ بالله وكي يكون عندك سواد لوجوه تحد ما كيبغيك تحد ما كيبغي شوفيك تحد ما كيبغي تخليك المحل ديالك تحد ما كيسئول عليك في الشركة ديالك تحد ما كيسئول عليك في المكاتب ديالك ويكون التأخير والتأجير والتعطيل والعياذ بالله والعكوسات والتقاف المحل وكذلك الموانع عن المحل والعياذ بالله هذا الشي لا أبدأ من أخدي بالأسباب بالروحانيات الربانيات بالروحانيات الربانيات الجن ما يصلح له إلا أخو الجن ما يبطلو إلا أخو الجن ما يقتلو إلا أخو ولكن إلا غالدي نبطلوه بالكتاب والسنة والروحانيات الربانيات ومحبابكم عن السراشيد الشاوي بإذن الله وكذلك هذا الإبطال يُأتي مع خاتم خواتِم هذه بإذن الله عز وجل، أو يأتي مع حجاب تحسين كذلك مخ الطبع، وجلد الغزال والساكتة والمسكوتة والغالبة والمغلوبة والتفاح الجن بإذن الله عز وجل، ويأتي مع الشماعات كتُشعل الشماعات في المحل بإذن الله عز وجل، وشماعات بإذن الله عز وجل، ومرحبا بكم ومحباب الجميع، وإنو أحبكم في الله ومعكم رشيد الشاوي الزوري